اشتركوا في القناة طبعا احنا عارفين الفترة اللي فاتت كلها كان النادي الاهلي معظم لعيبته او يعني جزء كبير من اللعيبة كانوا في كاس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر وبعد كاس الأمم الأفريقية ازراحوا لكاس العالم المجموعة اللي كانت موجودة هنا وبعدين لحق بيهم اللعيبة الدوليين والحمد لله عدت على خير والنادي الاهلي احرص برونزية كاس العالم للمرة التانية على التوالي والتالتة في تاريخه نادي الاهلي بيخرج من بطولة وبيطلع من بطولة ويخرج من بطولة تانية دخلنا على كاس العالم الأندية خرجنا منه على كاس أفريقيا وزي ما حضراتكم مفاكرين المباراة اللي فاتت كانت ضد الهلال السوداني في السودان وانتهت بالتعادل السلبي 0-0 ودي كانت نتيجة مقبولة علشان الظروف اللي بيورر بيها النادي الاهلي وزي ما حضراتكم عارفين وحتشوفوا النهاردة الغيابات والإصابات والإجهاد والفترة اللي جاية كلها ضغط مباراة وزي ما حضراتكم شايفين بنيجي من الإمارات نروح على السودان نرجع على مصر وبعدين بعد كده حنلعب مرة تانية هنا حنروح على اسكندرية حنروح بعد كده على سانداون يعني كلها ماتشات وراء بعض فيها سفريات فيها إجهاد فيها ضغوط حنعرف وحنشوف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية إن شاء الله ماتش النهاردة زي ما قلت لحضراتكم في الجولة العشرة بيسعى فيه النادي الأهلي للفوز ولا بديل عنه اليوم إن شاء الله ليه لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى لأن عندنا في الجدول دلوقتي بيرامدز يتصدر ولكن بيرامدز زيادة مباراة على النادي الأهلي إن شاء الله نمكسب النادي الأهلي النهاردة مباراة صعبة مباراة من نوع اللي هو زي ما نقول عليها مباراة غلسة مش سهلة مفيش دلوقتي لا سهل مفيش سهل دلوقتي في الكورة المارسيات كلها بقت صعبة تساؤلات كتير بتروضنا النهاردة عن غيابات النادي الأهلي وخاصة في خط الدفاع لو حضرتكم يعني بتقرؤ ومتتبعين إيه أخبار النادي الأهلي حتلاقوا النهاردة مفيش علي معلول مفيش محمد عبد بنعم مفيش أيمن أشرف في بعض إجهاد وفي بعض إصابات وحتى مستر موسيماني من بعد ماتش الهلال السوداني إدى يومين راحة وإمبارح اتمرن تمرين خفيف والنهاردة داخل على المباراة طبعا الناس عايزة تعرف مين اللي حيبتدي النهاردة مستر موسيماني حيلعب بانه طريقة مين على الدكة إزاي مستر موسيماني بيفكر في الماتشات اللي جاية إزاي بيفكر وهيتعامل مع ضغط المباراة وإزاي حيواجه عنصر الإجهاد ويتغلب عليه وكذلك الإصابات وضغط المباراة اللي جاية هل حيلجأ للتدوير التغلب على المشكلة دي ولا حيلجأ ليه الإسلوب اللي هو أحيانا أو مش أحيانا هو حتى الآن مجدي معاه اللي هو إسلوب الراحات اللي هو مستر موسيماني بيعمله هو لحد الوقتي مجدي إنما إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن يقدر يتغلب على عنصر الإجهاد وعنصر ضغط المباراة علشان موسطة الإنصارات بإذن الله كمان على النحية الثانية فريق مصر المقاصة يمكن ظروفه صعبة جدا 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 الموسم ده طبعا نقص الإمكانيات الموارد المادية فعمل مشاكل كتير فيه طبعا في مركز متأخر في الخمستاشر فيه جدول الترتيب وعايز يطلع من الموقف الصعب ده اللي بيمر بيه فهل يطرى مباراة في المتناول ولا مباراة هتبقى صعبة على لعبة النادي الأهلي المقاصة ما عندوش حاجة يبكي عليها والظروف الصعبة أحيانا بتخلق دوافع مع احترامي الفريق المقاصة للفرق الصغيرة بتخلق دوافع جديدة خاصة أمام الفرق الكبيرة ولسه بدري على مشمار الدوري هو بيسعى للبقاء في ظل الظروف دي بينما النادي الأهلي يسعى للتدويج للتدويج باللقب المحبب اللقب اللي هو اتخذ مننا بفعل فاعل كل هذه الأمور وكل النقاط الفنية إن شاء الله هنتحور فيها مع نجومنا الكبار اللي هيشرفونا بعد الفاصل